بصها كريم. هنا اللقى طريبا ما ان دي الصورة دي جهزت. بتكلم عليها في الانترو. مفعش اتنين لعبة دوليين. ده بالمناسبة الضاهير الايصر والجناح الايصر بتوع منتخب مصر. اتنين لعبة دوليين. فيه فيه لعيب عدة. يعني يهيق للناس. انا ليه ليه جبتها صورة مش فيديو. يهيق للناس اللاعب وقف. دول اللي اتنين لعبة بيتعدبوا. وفيه لعبة وقف والحكم صفر والدنيا وقفت. ما ينفعش اتنين لعبة وقفين بيتكلهم مع بعض. بيتنقش في الكرة. وفيه الراجل الوينجر اللي راح عليهم الهوف. عدة. وداخل التمنتاشر لعبة كرة بعرض. هما الاتنين يقفين بيتكلهم مع بعض. انا بالنسبالي انا وقفت عند الصورة دي كتير جدا. دي قلت خبرة غير طبيعية من الظاهير الايصر. والجناح الايصر بتوع منتخب مصر. ان الراجل اللي عدي بشكل دولي. اتنين وقفين لعبة بيعبوا بعض وبيتكلهم مع بعض. يعني هو لعيب حطاه من وراء محمد الحمدي وعدة. وارد. لعيب مهاري. عد واحد على واحد. الوينجر الراجل اللي نازل معاه. لازم ينزل يعمل سابورت. لازم ينزل ينفل. ان هما الاتنين بيعادوا بعض. ان هما اتكلوا على بعض. ر موضوع صعب جدا. عشان كده انا سببتها. بصها كريم. نفس القصة بتاعتنا دي. هو نازل ساحب الراجل الجناح الشمال هنا. عشان يفضي. ده الجون. حطها هاته. هاته الصورة اللي بعدها على طول. علشان يخلق. يهرب في المساحة دي. علشان يروح. بص الحركة بتاعت ناصر منسي. هي نفس القصة. عارف ان اللعيب اللي هيوصل على الاند لاين. الزمالك ما بيلعبش بجناح عكسي. ناحية اليمين. الزمالك ما بيلعبش بجناح عكسي. يعني ايه. مين الجناح الاساسي في الخط ده كريم في الزمالك. زيزو. زيزو لما بيوصل للحطة ريب يحط كرس. عمر جابر هو الضيري الايمن الاساسي. لما بيوصل للحطة ريب ما بيخشش الثمانتاشة. هو بيحط كرس. فانطول الوقت كمهاجم عارف ان الجناح اللي عندي يعكس الاهل. الاهل بيلعبش كده. الاهل بيلعب بلعب ايسر نحية اليمين. فدايما بيدخل هنا. الزمالك بيلعب بلعب بلعب خط بجناح خط. فالمهاجم حافظ في التمرين ان اول ما البا قدر الإمكان ما تكونش عالية علشان يخش يعمل البنتريشن بنفس الشكل بنفس التكنيك الفرق ان دي تحطت على القريبة التانية تحطت على البعيدة فانا هنا بكلمك على جملة محفوظة من مدير فني قادر يستخدم أدواته حتى لو كان فيها بعض النواقص وبعض الفرقات الفردية اللي كانت لصالح بيراميدز يحية جميز ويحية العبت الزمالك انه بتغيير الأفراد عمر جابر وناصر منسي النهاردة بنتكلم على ناصر ماهر والجزيري قدروا انه مكرروا صورة من مباراة الأهلي بشكل ممتد